ومشاهدين للمزيد ينضم إلينا هاتفياً الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق يعني أهلاً بك معنا وفي البداية نعود إلى تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير وتحدث عن أنه لا يتوقع حدوث أي تحسن جديد في معدلات التضخم خلال هذا العام ماذا تعني هذه التصريحات وما تأثيرات استمرار ارتفاع التضخم؟ الحقيقة هي تصريحات برونو لومير بتحية رأي العام الفرنسي ورأي العام الأوروبي أن في مستويات أخرى من التضخم من الكساد تحيش أوروبا وطبعاً نتيجة أزمة أسعار الطاقة التي أوروبا عارفين أنها تقارى صناعية دول صناعية بشكل كبير تعتمد على إمجادات الغاز بسطاة ألمانيا التي كانت تأتي من روسيا 40% تأتي من روسيا النهاردة خلل في إمدادات الغاز خلل في إمدادات الطاقة لازم يعمل خلل في الطاقة الإنتاجية وبثلاسل التوريد وبالذات أننا نتكلم على مصانع والعصناعات ثقيلة في أوروبا وتشغل وظائف وتخلق جزء كبير من النتج المحلي الأوروبي الأفضل لأوروبا الحقيقة للأسف مقارنة باقتصاديات أخرى بيعاني من التكاليف التشغيلية الكبيرة وبيعاني من التبعات الاجتماعية وبيعاني من التكاليف الاجتماعية يمكن أوروبا وألمانيا وفرنسا بالتحديد نحن عارفين القوة العمالية كبيرة جدا في فرنسا ألمانيا عندهم إيجي ميتال السانديكاف في فرنسا أو نقابات العمال عندهم ثقل كبير جدا وبالتالي بيأثروا بشكل كبير جدا على الحكومة وعلى التصويت في الانتخابات وفي انتخابات على الأبواب وبالتالي التصويت ضد الحكومة وضد الوزراء في أوروبا في الوقت الحالي خطر على كثير من الحكومات الوضع في أوروبا صعب التكاليف التشغيلية عالية جدا الشتاء جاي وإحنا يمكن شوفنا أزمة المناخ والجفاف وارتفاع على درجة الحرارة في أوروبا والحراية في أوروبا وجفاف النهار الوضع البيئي صعب الوضع الاقتصادي صعب ارتفاع تكاليف المعيشة يمكن في ألمانيا لسه اليوم صدر انخفاض معدل ثقة في مؤشر مديري للشركات في ألمانيا معدل ثقة أعمال يتراجع 10% وقد كانت تصريح لوزير الاقتصاد الألماني أن 10% من الشركات الألمانية والاساميل قد تخرج من السود رقم كمير جدا شوفنا التدخم في أمريكا أعلى تدخم في 40 سنة في بريطانيا نفس الحكاية الاختصاد الأوروبي ما كانش ناقص ثقل أو أموم أو ارتفاع تكاليف على الشركات رغم من زي بقوله اقتصاد صناعي لكن خلينا نعترف الآن أن أوروبا ليست وضع يحصد عليه الارتفاع المستوى المعيشة في أوروبا قد يكون خادع ليه؟ لأن احنا عندنا أزمة مهاجرين عندنا أزمة بطالة عندنا أزمة ارتفاع أسعار عندنا كمان وده الأهم منافسة اقتصاد الأوروبي الحقيقة اقتصاد عجوز ويقارة عجوزة وفعلا اقتصاد الأوروبي اقتصاد عجوز وما عندوش الديناميكية اللي موجودة في دولة يعني دكتور عمر حضرتك تحدثت عن الوضع في أوروبا بشكل عام وتحدثت عن ألمانيا بالتحديد ولكن النهاردة يعني هناك تقارير تتحدث عن أن الاقتصاد الألماني حقق معدل نمو بنسبة واحد من عشرة في المائة ويعني تم إرجاع هذا النمو إلى يعني الإنفاق الحكومي هل تعتقد أنه يعني ربما الإنفاق الحكومي يعمل تأثير في هذه المعدلة ولا لا هو تأثير طفيف جدا ليس له يعني تأثير كبير شوف الكتاب الإقصاد بيقولك أن لما يكون هناك حصار في القطاع الخاص وفي الإنفاق الخاص لازم الدولة تدخل بالإنفاق الحكومي لأن تدخل الدولة الدولة لما بترمي فيوس من خلال الإنفاق الحكومي بتشغل شركات والشركات بترجع تشتغل تاني وتتنفس تاني وترجع الوظائف نحافظ عليها أكد الكتاب الإقصاد كمان بيقولك أن لا تستطيع الحكومات وغير مطلوب من الحكومات أن تستمري في الإنفاق على المدى الطويل لأن الذي بيخلى النمو مش الحكومة لا القطاع الخاص القطاع الخاص وقوة ضريبة وقوة الانتجية فعلا الحكومات الأوروبية وإنا كنت تبらい أكل على التابعات الإجتماعية لأقطاد وأوروبي وقصاد فرنسي وقصاد ألماني وقصاد أجتماعي وقصاد اجتماعي الشركات الأوروبية بتعاني أو بتأهن تحت ضغط الأعباء الاجتماعية. وبالتالي الحكومات مضطرة. ويمكن احنا شوفنا في ألمانيا بحجم الإعانات البطالة اللي بدأت الحكومة الألمانية تدفعها في فرنسا نفس الحكاية. وبالتالي الانفاق الحكومي مطلوب وبيتعمل. لكن مش ده الانفاق اللي المفروض أن هو يشغل الاقتصاد أو يخلق معدلات نمو على مستوى الاقتصاد. وعشان كده بقول إن الاقتصاد الأوروبي في قزمة. في قزمة لأنه مش عارف يعمل إيه. إنه اقتصاد أوريني مضخط بالأعباء الاجتماعية في ظل منافسة شرسة من دول زي دول جنوب شارع أسيا على سبيل المثال. وطبعا الولايات المتحدة هي قوة الأكبر اللي تستسلم في الحفاظ على حصة أكبر من الناس. الاقتصاد الألماني والفرنسي اقتصاد صناعي وإنتاجي. لكن الأعباء الاجتماعية وبعد نخلي بلك فيه نقطة مهمة جدا. إحنا عندنا في أوروبا أو موجود في أوروبا يمكن في فرنسا بالتحديد أكتر من ألمانيا لكن معظم الدول الأوروبية احنا شفنا السرقات اللي موجودة في السوبر ماركت والشوارع في لندن وفي فرنسا أو في ألمانيا. سرقات على الملأ. ما كناش من نشوف هذا الكلام. فيه قنبلة موقودة فيه قنبلة موقودة اجتماعية موجودة في أوروبا من خلال الأعداد المهمشين أو المهاجرين أو الفئات الأقل حظا في التواصف. وهذه قنبلة الموقودة اللي من فترة الأخرى بتعمل اضطرابات في الدول الأوروبية بالتحديد فرنسا بشكل كبير وانا توقع انها تزداد الاضطرابات الاجتماعية انا مش بكلم عن الاقتصادية. انا بتوقع انها تزداد الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا بالتحديد وإلمانيا اللي عندها عدد كبير من الجامعات المهمشة أو المهاجرة اللي مش هتقدر تستحمل الضغط إذا كان المواطن الفرنسي أو المواطن الأوروبي العادي مش قادر يستحمل ارتفاع الأسعار فما بالك بالجماعات المهمشة أو الجماعات المهاجرة اللي بتعيش على هامش هذه المجتمعات الأوروبية الغنية يعني بالتأكيد ده بعد اجتماعي مهم جدا بالرغم من ارتفاع معدل تضخم بشكل كبير وتكلمنا عنه بشكل كبير ولكن أيضا هناك جدل كبير حول دخول أوروبا في أزمة ركود وأوروبا حاليا بدأ فيه تباطل فيه دمو أنت بتكلم على واحد ثمانية من عشرة واحد ثمانية من عشرة أو واحد في المية ما يعملوش حاجة إحنا في دول تانية أو يعني خلينا نتكلم مش هايزة أتكلم على دول بتحقق تمسة في المية أو ستة في المية لكن ألمانيا وفرنسا وأوروبا لما تعمل واحد في المية ده معدل ضعيف تفتكر معايا لو ترجع بإذنكرة لورا لما ألمانيا الغربية أنا برجع كتير يمكن بعض الشباب قد لا يتذكروا هذا الموضوع لكن لما ألمانيا الغربية استحوزت على ألمانيا الشرعية بعد سقوط حالة برلين وكان الكريتيريا أو كان الشرط لتكون ألمانيا الموحدة في اتفاقية شينجن أو تفاقية ماسرش في اتحاد الأوروبي أنها تحقق نسبة تموت ثلاثة في المية ثلاثة في المية ده كان شرط لكل دولة أوروبية أنها تدخل كريت بروكسل وتنضمي لدول اتحاد الأوروبي ثلاثة في المية النهارة نحن نتكلم على واحد في المية ده عشان نذيك مؤشر على أبدئي الدول الأوروبية بعيدة بعيدة عن معدلة النمو الطبيعية اللي مفروض تحققها وبعدين كل ما تنزل بالنمو وكل ما تنزل بالنتج المحلي كل ما يحصل لك خسائر مش بس خسائر اقتصادية خسائر اقتصادية تعوض لكن أنا يهميني أن أعضر خسائر الاجتماعية في فقد فقدان فرص العمل وفقدان الوظائف اللي برجع تاني أقول أنها للأسف هتعمل مشاكل اقتصادية كبيرة على المستوى الاوروبي ناحية الاقتصادية احنا تعودنا أنه هو طلوع ونزول هبوط وصعود لكن للأسف التبعات الاجتماعية والشرخ الاجتماعي اللي بيحصل فيه المجتمعات الأوروبية هو ده اللي ياخد الزنين عشان يتعالج ولذلك النهاردة أنا أقول يعني أوروبا في موقف لا تحسد عليه والحكومات الأوروبية تأشيب رونيو لومير لما يتكلم على مستويات أخرى من الركود والتضخم أنا أقول دي رسالة يعني مش محتاجة حد محل الاقتصاد لكن واضح أنها رسالة إلى الشعب الفرنسي وإلى الدول الأوروبية بأن الأسوأ قد يأتي بالذات أننا على أبواب الشتاء وسوف نرى الشتاء قاسي في أوروبا وأتوقع أن ستسوق الحالة الاقتصادية يعني كل هذه النقاط صحيح دكتور عمر كل هذه النقاط في غاية الأهمية شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك